انطلقت عمل قافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحوائطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال مدير الإمداد الطبي بالبحر الأحمر أحمد الصوي أن القافلة أجرت الكشف وقامت بصرف العلاج لعدد 185 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها 25 فحصا معمليا و 15 فحصا بالأشعة والسنار و 70 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وعشر الصوي لأن القوافل الطبية تضم تخصصات البطنة والأطفال والنساء والتوليد والمسالك والأسنان مضيفا أن القوافل تجوب كل قرى بحافظات البحر الأحمر لتوصيل الخدمات للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا